نعم جميل إذن حريم بكل مسلم يحج بيت الله العظيم أن يحرص على الإخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في أداء هذه الشعيرة لو تحدثت عن ذلك نعم الحج هو القصد أن تقصد بيت الله الحرام لأداء عمال مشروعة وهذا العمل الذي يؤديه الإنسان مثله مثل بقية العبادات في شروطه ولذلك يشترط لقبول العمل شرطان أساسيا أولهما الإخلاص لله عز وجل لأن من أشرك مع الله غيره في عمل من الأعمال تركه الله وشركه ولذلك الإخلاص هو أهم الأعمال ولذلك جميع العبادات يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى إخلاصا لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الاتباع لا بد أن يكون متبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم كيف وهو النبي المرسل إلى هذه الأمة ما كنا نعلم شيئا عن دين الإسلام إلا أن علمنا الله برحمته وفضله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم وجعل قوله وحياء سنته صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية ما يعملها إلا بأمر من الله عز وجل ولذلك قال خذوا عني مناسككم فلا بد من الإخلاص أولا ثم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتحقق العمل وهذا ما ننصح به إخواننا الذين قد عزموا على أداء فريضة الحج ويسر الله لهم ذلك ننصحهم بهذا الأمر جميل أن يخلصوا لله عز وجل في هذه العبادة لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه قد أتعب نفسه وأنفق ماله بغير عوض إن لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا العمل ولا يشرك مع الله غيره لا يشرك مع الله غيره ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان زحيق هذا الشر والاتباه لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة من عند نفسه لم تشرع له لا بنقص ولا بزيادة لا بنقص ولا بزيادة إلا ما دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فتأخذ هذه العبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلت إلينا بكل أمانة منذ أن بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه حتى انتهى منه وهو مثبت ومدون وموجود أمام الناس نعم ترجمة نانسي قنقر